اخبار الاقتصاد أهلا بكم والبداية باليوم العربي للشمول المالي وتحت شعار نحو الادخار لتعزيز الشمول المالية نظم بالعاصمة يوم إعلامي يهدف إلى تعزيز المبادرات والتسهيل عملية تعميم المعلومات المتعلقة بالشمول المالية وتقريب المؤسسة المالية من مراكز التكوين المتخصصة اللقاء الذي أشرف عليه وزير المالية العزيز فايد بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسة الناشئة يسين المهدي وليد ومحافظ بنك الجزائر ورئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائرية عرف مشاركة واسعة لخبراء ومختصين تطرق لأدوة تطوير ثقافة الادخار من منظور مصرفية ودور قطاع تأمين والأسواق المالية في تطوير الشمول المالية تعمل منذ عدة سنوات من أجل توفير المناخ المناسب لتطوير المنظومة الاقتصادية والمالية للبلاد وذلك من خلال المصادقة على قانون التجارة الالكترونية والتحيين القوانين على غير القانون النقدي والمصرفي الذي جاء بعدة تعديلات تخص مجال رقمنا على غير خلق اللجنة الوطنية للوسائل الدفع التي ستلعب دورا هاما في التعميم الدفع الالكتروني في الجزائر من خلال وضع استراتيجية وطنية في هذا الخصوص إضافة إلى هذه القوانين فقد تم المصادقة أيضا على قانون يسبح بالعمل بالتوقيع الالكتروني واستحداث السلطة الحكومية لتصديق الالكتروني كلها قوانين ستسمح بمواصلة الجهود المبذولة من أجل التطوير المجال الرقمي وصناعة المالية الرقمية في الجزائر ترأس اليوم وزير صيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني لقاء وطنيا تقييميا لحصيلة نشاطات قطاعه خلال تلتي الأول لسنة الحالية حيث تطرق إلى ترخص استيراد السفن المستعملة أقل من خمس سنوات وكد استفادة ورشة بناء السفن وإصلاحها من عقارات داخل موانئ الصيد البحري وخارجها كما عرض الوزير المؤشرات الاقتصادية وأهم الإنجازات المحققة في مجال الصيد البحري نحن بسادة تحضير حملة سيدة طونا في نهاية شهر ماي سوف نطلق هذه العملية أيضا لأول مرة أيضا سنشارك ب34 سفينة مقاطعا بالسنة الماضية كنا 32 سفينة بسفينتين إضافيتين إضافة إلى أنه تم على مستوى هذه المنظمة منظفون حفظ سمك الطونا الوصول إلى أخذ هذا القرار المتمثل في إمكانية رفع الأسطول إلى حتى 40 سفينة تم بلوغ إنجاز 77 مزرعة لتربية المائية البحرية منها 6 مزالة خلال تولاتي الأول من سنة 2024 تم استزراع أكثر من 23 مليون أسبوعية من صغار الأسماك خلال سنة 2023 هي محل تسمين حاليا في الأقفاص العائمة ونهدف إلى استزراع 30 مليون خلال سنة 2024 أشرف اليوم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة يسين المهدي وليد على تنصيب عشاشة بلال مديرا عاما للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولتية وجرت مراسم التنصيب بمقار الوكالة بحضور إطارات من الوزارة الوصية وبالمناسبة أكد الوزير أن الإصلاحات التي تعرفها الوكالة تتجه نحو تهيئة مناخ مناسب للمؤسسات المصغرة وإعطائها قدرة تنفسية في المشهد الاقتصادي كما أن المرحلة القادمة ستكون لتعزيز روح المقاولتية لدى الشباب وفق مقاربة اقتصادية ناجعة اليوم النظرة الجديدة بخصوص هذه الوكالة هي أن التوجه التحالي يجب أن يكون اقتصادي بحث يجب أن نخرج على ثقافة توزيع الرع التي كانت سائدة في الماضي والتي لم نرى منها أي نتيجة فعلية ولا ملموسة على الاقتصاد الوطني ونمر أيضا نحو الاستثمار في المشائع الحقيقية في المقاولين الحقيقيين وهذا أظن أهم شيء نريد أن نصل إليه من خلال هذه الوكالة أهم شيء هو أن يكون دراسة الملفات بطريقة اقتصادية بحثة وليس بطريقة إدارية ونخرج من ثقافة الكم ونرح لثقافة الجودة تحتضن قاعة العروض الكبرى أحمد باي بقسنطينة فعاليات صالون الدولي ويب إكسبو الجزائر للخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة الصالون أعرف حضور خمسين مشاركا محليا وأجنبيا ليندا شعبان هي الطبعة الثانية لانطلاق معرض الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة بقاعة العروض الكبرى أحمد باي بمشاركة وطنية ودولية تعرض تجارب مختلفة حصلت على علامة مؤسسة ناشيا لاختراعي الروبوت التعليمي الخاص بفئة الدولي احتاجات الخاصة والأطفال العاديين يعني من الفئة من سنتين حتى الست سنوات لكن ما توقفتش عند هذا المشروع فقط وساعة المشروع تاعي واللينا نخدمو اللوجيسيال دو جيسشان دون توريبريز عارنا بربي إن شاء الله في عامنا الرابع في السوق الجزائري نوفر العديد من الحلول في التكنولوجيا للشركات الناشئة والشركات الكبيرة أيضا والمتوسطة الكليان رح يتبع ورح تكون عنده منصة ليقدر يتواصل معها بسهولة عن طريق الواسطة للهاتف توصيل التوريض نحن نمركزين على مستوى 72 مكتب على مستوى 58 ولاية نوفر الخدمات اللي نختص بها هي التوصيل بارد السريع وكذلك التخزين سيلع وكذلك تكوين المتعاملين الجدد في التجارة الإلكترونية نحن الشركة بتقدم خدمات لوجيسية لتجارة الإلكترونية بـ 15 دولة عربية وإفريقية أحد أهدافنا وشاركتنا في المعرض أنه أكبر كم من شواب الجزائر أنهم يخدموا معنا ويب إكسبو الجزائر تهدف إلى تنظيم ممارسة التجارة الإلكترونية والحد من تأثير التجارة الرقمية غير المنظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندك مقاول ذاتي نقدم خدمات لدينا سبع ميادين تعلقات بمختلف الأنشيطة لذلك هذا هو لتنظر الناس الذين يفعلوا الإنشيطات توسيع الخدمات تتعرف بأشخاص جدد بفاعلين جدد بأصحاب شركات ناشئة جديدة وين يأتي وين يأتي أو يأتي وين يأتي وين يأتي وين يأتي كل الشركات التي يقدر يتعامل معها إلى جانب آخر سيناقش مختلف المحاضرين طريقة التواصل بين التكوين الأكاديمي والمهني بهدف تعريف الشباب بالجوانب القانونية لمواكبة التطورات في هذا المجال فعاليات الصالون الدولية الإفريقية الذي أقيم بالوادي انطلقت أشغال منتدى رجال الأعمال الذي ضم أصحاب شركات وشركة تسويق إفريقية وعالمية خالد بن جرينا وتفاصيل بهدف الوصول إلى اتفاقيات وشركات ثنائية تسمح باستغلال ونقل السلع الجزائرية لتسويقها داخل الأسواق الإفريقية وكذل أوروبية انطلقت بولاية الواد فعاليات منتدى رجال الأعمال والذي كان فرصة لللقاءات ثنائية بين المستثمرين الجزائريين والأفارقة والبولونيين بهدف مساعدة رواد الأعمال البولنديين في مقاربتهم للسوق الخارجية مع الشريك الجزائري قررنا التركيز على القطاع الزراعي وقدمنا الشركات البولندية المهتمة بالاستثمار في هذا المجال فرصة لوكالة الأستثمارات لأن يشرح فرص الأستثمارات في موريتانيا وهذا المنتدى تم أيضا عقد الشراكة بين رجال الأعمال الجزائرين ووكالة الأستثمارات في موريتانيا الملتقيات كما نهكا يمثلوا حافز كبير في الاشتراكيات الاقتصادية الموجودة بين الشركات الجزائرية والتونسية وأيضا شركات بولدين أخرى مجاورة استطعنا عقد علاقات مع المستثمرين الجزائريين من أجل توسيع الشراكات ما بين الدولتين منتدى رجال الأعمال سيسمح بتحديد مجالات التعاون الاقتصادي التي ترتكز أساسا حول تزويد الأسواق الإفريقية وحتى الأوروبية عن طريق بولونيا بمختلف المنتجات الوطنية هذه اللقاءات كانت فرصة جيدة نلتقي بها برجال أعمال يتناسبون مع وظائفنا من أجل تطوير التصدير هي فرصة لإبراز القدرات الاستثمارية المتاحة ومناقشة سبل تجسيد مشاريع مشتركة بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم من الأفارقة والبولونيين ويتتفعيل فرص التصدير نحو بلدانهم من خلال عقد اتفاقيات شراكة واعدة من شأنها تنويع مصادر الاقتصاد وتشجيع الصناعات الوطنية تحسبا لموسم الاستياف كشفت شركة طيران تسلي عن عروض ترويجية جديدة لفائدة زبائنها تهدف إلى تقديم خدمات أفضل حفظ جاني في المتابعة عروض وتسهيلات جديدة تطلقها الشركة الجوية تاسيلي تحسبا لحلول موسم الصيف خطوة جاءت لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمسافرين الحق الخدمات تحوم هائلة والتوقيت تحوم محترم دائما محترم للمسافرين الحاجة التي أعجبتني هو الكمفور ويقول لك ساعة هذه ساعة هذه لذلك تحسين نوعية الحمد لله ولضمان مرافقة زبائنها وتسهيل عملية التنقل تكشف تسلي للطيران عن عروض ترويجية جديدة المنتج التجاري الجديد الذي هو إمكانية السفر معنا بدون أمتعة بخلال استفادة من 10 كيلوغرامات أمتعة في مقصورة الطائرة وذلك بسعر يقدر بـ 19.400 دينار أو 149 أورو المسافرين الآخرين الراغبين في قدوم استخدام أمتعتهم من تراب الأوروبي وخاصة من فرنسا يتسنى لهم فعل ذلك بالاستفادة من 30 كيلوغرام في مقصورة الشحن و10 كيلوغرامات على مستوى الطائرة يعني 40 كيلوغرام بسعر ينطلق من 28.400 دينار حوالي 222 أورو هي إجراءات تسهم في إحداث ديناميكية على مستوى خدمات النقل الجوي ضمانا لراحة المسافرين ننتقل الآن إلى عرض لأسعار بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت اليوم ترجمة نانسي قنقر إلى عرض لأهم مؤشرات البورسة في الجزائر لنهار اليوم نتابع موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى مؤشرات أسواق النفط في العالم حيث ارتفعت العقد الأجلة لخام براند بنسبة 0.26 من المائة لتبلغ 88 دولار 11 سنة للبرميل كما سعدت العقود الأجلة لخام غرب تيكساس الوسيطة الأمريكي لتصل إلى 82 دولار 88 سنة للبرميل ارتفعت أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم حيث ارتفع الذهب في المعاملة الفورية بنسبة 0.42% إلى 2326 دولار للأوقيا واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند مستوى 2338 دولار للأوقيا ختام الاقتصاد بصرف بعض العمولات الأجنبية مقابل دينار الجزائري نهاية النشرة الاقتصادية شكرا على المتابعة سلام عليكم